سلام ونامة وتحية طيبة لكم جميعا وفعلا مش تاقع عرف شلونكم شغباركم ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية هاليوم نعمة الرب راح نتأمل عن موضوع كثير غريب شوية لكن مهم ندرسه ونتعلم من عنده موجود بسفر التكوين صاح الثاني والعدد 17 موضوعنا هو شجرة معربة الخير والشر مكتوب بالعدد 17 من سفر التكوين صاح الثاني واما شجرة معربة الخير والشر فلا تأكل منها لانك يوم تأكل منها موتا تموت سألنا ودعا نسأل هذا السؤال كل وقت ليش هالشجرة ممنوعة بكل بساطة الشجرة هاي ممنوعة بسبب ان الشجرة تاخذني بعيد عن الله وقوم اعتمد على فكري واركز على شنو هو الصح والغلط والمناسب والغير المناسب الحلال والحرام وأفقد العلاقة الأساسية بيني وبين الله الله خل شجرة لكي فعلا يعطي الحرية لآدم أنه يكون مخير لكن الشجرة هي الاعتماد على الذات وقت اللي آدم كسر الوصية وأكل من الشجرة هو فعلا هنا اعتمد على فكرة اعتمد على يريد يركز على ما هو الصح وما هو الغلط ولهذا هاليوم بنشوف بكل الديانات اللي موجودة بالعالم هدفها الأساسي والرئيسي هو نعرف ما هو الغلط ما هو الصح ما هو المناسب وغير المناسب شنو الخطيئة وإلى آخره لكن الله دعانا أن نكون على علاقة معه الله طلبنا أن نكون بالتواصل معه الله دعانا بنكون في نوره من نكون في نور الله رح نقدر نميز نعرف شنو الغلط وشنو الصح من آدم أكل من الشجرة هو مات روحيا وخسر العلاقة مع الله وبنشوف في الإنجيل كيف الله حل هالمشكلة من إجل المسيح ومات من أجل آدم ومن أجل كل الخطات من أجل كل البشرية المسيح مات على فصليب وقام في اليوم الثالث لكما يعطينا الحياة يمكن العالم أنت عايش به مركز على الصح والغلط لكن الله ليدعيك إلى العلاقة معه من تكون على العلاقة مع الله رح تعرف فعلا يتميز شنو الصح وشنو الغلط يا رب يسو أحنا نشكرك فعلا من أجل عملك يا رب نشكرك لأن أنت فعلا دعيتنا وانت جيت لكي ما اتصالحنا مع الله أصلي بإسم المسيح أنه فعلا هاليوم نتقوى بعلاقتنا بيك يا سيد وما نركز على الأشياء الثانوية ونكون معاك رح نعيش في القداسة والنقاوة بإسم المسيح يسوه أصلي أمين خليك بعيد عن الشجرة وتقرب إلى خالقك اللي يحبك موسيقى 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 موسيقى